موسيقى قام سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بزيارة إلى عدد من المدارس للإطمئنان على سير العمل بعد عودة الطلبة حيث استمع إلى شرح حول الإجراءات والاحترازات المتبعة منذ الدخول من البوابة المدرسية وحتى الوصول إلى الصفوف والمختبرات الدراسية وسط إجراءات تنظيمية واحترازية شاملة ودقيقة نفذتها وزارة التربية والتعليم لضمان صحة وسلامة البيئة المدرسية شهدت مدارس مملكة البحرين عودة الطلبة إلى الحضور الجزئي لأيام محددة من كل أسبوع تطبيقا للتعلم المدمج الذي يجمع الدراسة الصفية بالتعلم عن بعد ثم يواصل البقية تلقي تعليمهم بصورة كاملة عن بعد وذلك بناء على استطلاع لرغبات أولياء أمورهم وخلال زيارته لعدد من المدارس اطلع وزير التربية والتعليم على نماذج من مبادرات وإبداعات المدارس المعززة لجهود الوزارة خلال هذه الظروف الاستثنائية في الواقع وزارة التربية والتعليم حريصة ومهتمة جدا بتنفيذ توجهات الملكية لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وكذلك سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سنمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه بضرورة المتابعة والنزول للميدان وأيضا التعامل مع هذه الجائحة بكل احترافية واهتمام لذلك وزارة التربية والتعليم مستمرة في إصال التعليم للطلبة الذين في منازلهم أو داخل المدارس وفق احترازات صحية مهمة وعملية فحص مستمرة وأيضا الله الحمد لم ينقطع التعليم سواء من خلال بوابة وزارة التربية والتعليم التعليمية أو من خلال اليوتيوب أو غيرها من الدروس المركزية والتي تبث أيضا عن طريق تلفزيون مملكة البحرين اليوم احنا في وزارة التربية والتعليم اتخذنا كثير من الأمور التي دفعت الطلاب وشجعتهم وحمستهم لهذا النعم التعليم الإلكتروني هناك متابعة من الإدارات المدرسية يتم التأكد أن الطالب مشارك ومتواجد على الجهاز المطلوب وحتى يستطيع أن يحصل على المعلومة الكاملة في هذا الفصل الدراسي الثاني والله الحمد الأمور تدعو إلى الارتياح واختخذنا كافة الإجراءات فيما يتعلق بالتقويم نعم إن شاء الله تعالى أن يكون فصلا ناجحا كما هو الفصول السابقة حتى على صعيد المدارس الخاصة أيضا واتخذت إجراءات بالتنسيق مع الفريق الوطني الطبي فيما يتعلق أيضا بالامتحانات التي تكون المدارس مرتبطة فيها امتحانات دولية خارجية تم اتخاذ إجراءات احترازية حتى يستطيع الطلبة أن يقطعوا التزامات هذه الامتحانات عندنا مشروع رائد لمتابعة التطبيقات بشكل يومي وهو عبارة عن برصة الاستجابات الصحيحة للطلبة خلال اليوم الواحد نحن نتابع تقريبا 1831 طالب موزعين على 66 شعبة أي استجابة يصلنا تحديث بشكل مباشر لمعرفة النسب المستحدثة والجديدة سواء للطلبة التي أتموا التطبيق والطلبة الذين لم يستكملوا التطبيق وبالتالي نصدر إليهم قوائم للتواصل المباشر عن طريق مرشدين الشعب كما أكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة حريصة كل الحرص على التنفيذ الدقيق المباشر لتوجيهات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وسموه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بضرورة المتابعة الميدانية لسير العملية التعليمية واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمواجهة تبعات الجائحة بكل احترافية